حملات المقاطعة للمنتجات والخدمات تتواصل هذه المرة من موريتانيا. الموريتانيون دخلوا على الخط بهجتاب. خلوها تفلس لمقاطعة شركة موريتال للاتصالات. مقاطعة لم تخلوا من استخدام الشعر في بلد المليون شعر. الشركة ضحية المقاطعة هي موريتال للاتصالات. فرع من شركة اتصالات المغرب. وتسيطر على 60% من السوق الموريتانية. يتهمها ناشط الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بأن خدماتها رديئة جدا. والانترنت بطيء جدا. مقابل فواتير مرتفعة. قرار المقاطعة كان محاكاة لما جرى في بلدان أخرى مثل المغرب العربي ومصر والسودان. على طريقة خليها تصدي في الجزائر أو خليه ريب في المغرب. تتهم الشرطة بأنها تحقق الرباح طائلة على حساب جيوب المواطني. هذه هي أسعار التي تطبقها شركة موريتال. والمنشورة على موقعها على الربط بالأنترنت. غير المحدود مثلا لشهر واحد بنحو 10 ألاف أقية. أي ما يعادل 22 دولارا. وهو مبلغ يعتبر مرتفعا نسبيا في البلاد. للتذكير أن موريتال لم ترد على حملة المقاطعة تيتينك. ولكن نذهب بكم مشاهدين إلى التغريدات المتعلقة بهذا الأمر. مثلا محمد فال سيدنا يقول ابتداء من فاتح رمضان هذه السنة ستتطور حملة خلوها تفلس من تدوينات على الفيسبوك وتضامن بالصور والكلمات إلى خطوات أخرى أشمل وأكثر فاعلية. أحمد محمد يكتب قصيدة مطولة طبعا في انتقاد بالشعر الحساني المحلي باللهجة الموريتانية في مدح المقاطعة على ما يبدو. هذا أول بيت مما جاء فيه مضارب موريتال 2 إبلة 3. لا أعرف اللغة الموريتانية التي تخصوني كيف بدأت. ولكن يبدو أنها بلهجة محلية دارجة وهو ما يعرف بالشعر الحساني. ولكن رسم طبعا هذه الصورة أو أرفق تغريدته بهذه الصورة. الشيخ معاذ سيدي يقول كنت دائما أدعو لاتخاذ إجراء ضد شركات الاتصال التي لا تفعل أكثر من امتصاص جيوب الفقراء ومنحهم خدمات رديئة مقابل ذلك. ولكن محمد الأمين شفاغة يقول أتمنى من الجمعية الموريتانية لجحماية المسهلك الاستعانة بمحامين ومقاضاة شركات الاتصال على احتيالها ورداءة خدماتها وأخلالها بالتزاماتها. لكن لم يصدر عن الشرطة ردفع حتى الآن كما تعذر على فريق ترندنج التواصل مع الشركة. لكن بحسب صحيفة 27 أبرل المحلية. موريتال هنأت الموريتانيين بشهر رمضان بتوزيع وملصقات كهذه نقرأ منها. موريتال تتمنى رمضانا كريما للموريتانيين باستثناء أصحاب حملة خليها تفلس. ولكن الناشطون والمدونون الموريتانيين في فيسبوك وتويتر هاجموا صفحة الشرطة. وطالبوا من المستخدمين التخلي عن صداقتهم لصفحاتها. الأمر الذي ما أدى إلى تقهقر عدد متابعيها. الحملة كما يبدو في هذه الصورة. يبدو أنها تستعد لجولة جديدة في شهر رمضان ضد موريتال وضد منتجات أخرى. ولكن لمتابعة المزيد من موضوعاتنا. زوروا موقعنا على الانترنت بي بي سي أرابيك دوت كوم. مشاهدين لمتابعة هذه القصص وغيرها من المواضيع التي تهمكم. وأيضا شاركونا بأرائكم عبر صفحتنا على تويتر وفيسبوك أيضا.